أذانت الحكومة بأشد العبارات عملية الاغذيال الجبانة التي طالت مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي بتاعز مؤيد الحميدي والذي كان يقوم بواجبه الإنسان بالمحافظة التي تعاني من آثار حصار المليشة الحوتية وعبرت وزارة الخارجية في بيانا لها عن أصدق التعازي والموساء إلى أسرة مرحوم وإلى برنامج الأغذية العالمية فإنها تؤكد بالنها لن تدخر أي مجهود لتنفيذ التوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي لإنفاذ العدالة وإلقاء القبض على العناصر الإجرامية التي ارتكبت هذه الجريمة الشمعة شكرا للمشاهدة